صادق مجلس جهة الشرق خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على ميزانية السنة المالية 2021 وكذا على سلسلة اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتم إعداد مشروع الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الملكية السامية لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد والتقلص من آثاره السلبية مع مراعاة الظرفية الراهنة والتحولات التي فردتها الجائحة إلى جانب توجهات مجلس الشرق المتعلقة بالوفاء بالتزاماته تجاه الشركاء أو ضمن برنامج التنمية الجهوي من أهم نقاط هذه الدورة هي الدراسة المصادقة على ميزانية برسم سنة 2021 وهناك كذلك دراسة نقطة غاية الأهمية وهي خلق أو إحداث صندوق لدعم النساء التي يعيشنا في وضعية صعبة وكذلك هناك نقطة للدراسة المصادقة على دفتر تحمولات تخص المقاولة الصغرى وكذلك المقاولة الذاتية في إطار برنامج الانطلاقة وهناك كذلك عدة اتفاقيات إثر ذلك ناقش وصادق أعداء مجلس الجهة على اتفاقيات شراكة تتعلق بإعداد دراسة تصميم التنقل الحضاري على مستوى الناظر الكبير وإحداث صندوق لدعم النساء في وضعية صعبة وإجراء تدريبات لفائدة التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بالإضافة إلى اتفاقيات تهم التشغيل